قم للمعلم يوفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي مشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بين الناس على قناة الصحة والجمال طبعا كلنا عارفين قيمة المعلم وقدره وأنه هو خليفة الأنبياء لقدره والعلومة كانت طبعا بيربي أجيال وبيطلع أجيال احنا عايزين بس النهاردة نتكلم شوي عن التعليم في مصر وإيه الفرق بين التعليم حياليا والتعليم في الماضي إيه الاختلاف اللي حصل ليه الناس أو أولياء الأمور ما بقوش يهتموا بالتعليم غير بس اللي هو خلاص يحصد درجات يحصد درجات وأهم حاجة أن الولد ينجح في الامتحان ويخش قليلة القمة وخلاص على هذا الأساس طبعا النهاردة الحلقة شاملة كذا موضوع النهاردة عنوان حلقة فكر جديد لمستقبل مشق في مصر في البداية هناخد مداخلة تلفونية ونتكلم شوي عن الفرق بين التعليم حياليا والتعليم زمان والفقرة التانية هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا البرلمان طبعا عن الأبواب ولكن نبدأ بالمداخلة التلفونية الأستاذة كاميليا محمد حسن وكيل وزارة تربية وتعليم بالمعاش ألو السلام عليكم عليكم السلام إزايك يا أستاذة أهلا وسهلا طبعا ننسى معرفة حضرتك لأستاذ المشاهدين وكيلة وزارة تربية وتعليم بالمعاش عايزين بقى نستفد اتفضلي أهلا وسهلا بقناة الصحة والجمال قناة الأسر المصرية والعربية ربنا يخليك عايزين بس نسأل سؤال كده مهم جدا في بداية الحلقة إيه اللي حصل في التعليم حاليا والتعليم زمان؟ ليه دلوقتي كل أولياء الأمور كل همهم إن الولد يحصل درجات ويخش كليات القمة وخلاص على هذا الأساس؟ ما هو ده لأيه بقى إن ما بيكونش فيه أساس يرتكز عليه الطالب عشان يدخل الكليات اللي هي المرموقة سواء كان السبق أو هندسق أو الأخر وكما سريد الأسرة ولكن أهم حاجة عندهم الدروس الخصوصية وينسوا الموضة في المدارس وأظلحت المدارس خالية من الطلاب بسبب كثرة الدروس الخصوصية ولا نعيب على المدرس زمان كان أهم حاجة الانتظام في المدارس أولياء الأمور أهم حاجة عندهم إنهم يكون منتظم في المدرس ما كانش فيه دروس خصوصية زمان كان نادرا لو فيه تلميذ أو طالب أخذ درس الكل يستغرب عليه فعلا أنه هو دون المستوى لكن دلوقتي الدروس أخذ قدر كبير من اهتمام الأسر والأباء والأمهات وبقت عفق كمان على أولياء الأمور كل واحد أو كل أب عايز يدي ابنه في المدى الواحدة درسين وتلاتة متوقع عند الصح يا كلام حضرتك سليم يا دكتورة بيبحث لابنه عن المدرس من الأجازة وهو اللي بيخلي المدرس يتكاسل عن الشرح داخل المدرسة المدرس مفيش عنده عيد المدرس لو لقى التلانيس كمين في الفصل أو نصوم بيشرح ولازم يشرح ويعمل عليه لكن من هنا بنقول لابد يكون فيه تكاتف بين الأثر وبين المدرسة يعني بين البيت وبين المدرسة وفيه تعاون حضرتك يا أستاذة توجيه رسائلة لأولياء الأمور وخاصة أننا ندخلين على بوعب والسنوية العامة طبعا والامتحانات قرابت طبعا في شهر ستة تقول لهم إيه؟ يهدوا شوية على ولادهم بل تقول لهم إيه؟ المفروض يعني ما يصوروش لأبنائهم أن السنوية العامة بوعب لا زيها زي تانية زي أولى أهم ما في الموضوع هو المواصب على الذهاب إلى المدرسة وأيضا ما يعملوش لهم للأبناء أن السنوية العامة دي بوعب ولازم تدخل كليات القمة ولازم كل اهتمامهم بإنه يكون زي أولى أو تانية وهيجدوا كل ما يريدوا من أبنائهم إذا كانوا عايزين يخش كليات القمة ولكن بدون راب يكون إرهاب لأبنائهم حتى يتمكنوا من استعاب المواجد وأيضا يعني يكون فيه تقنين من الدروس الخصوصية لأنها مضاقة للوضع لازم لازم الفترة المقبلة عشان نقدر نرجع تاني بالتعليم في مصر زي زمان يتم تقنين دروس الخصوصية طبعا أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معانا طبعا أستاذة كاملية كانت معانا وشرفتنا ونوارتنا طبعا هنطلع فاصل ونرجع ان شاء الله نكمل فقرة تانية البرلمان القادم بأمر الله وارجعنا لكم بعد الفاصل أعزائي مشاهدين ونكمل حلقتنا لليوم وفقرة مهمة جدا عن البرلمان ان شاء الله على الأبواب في شهر 11 بإذن الله هيتم الانتخابات عايزين نهاردة نتكلم بتوسع شوية إزاي أنا أحط ثقتي في العضو المنتخب وإزاي اختار العضو بعناية إزاي أعرف إن هو ده فعلا العضو اللي هيحقق طلبات دائرته أو أبناء دائرته هيكون نهاردة ضيفيني مشرفني ونهارني الأستاذ محمد عيسى المحمي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ونرحب بحضرتك حسنا بحضرتك تشرفنا بحضرتك بأسرة البرنامج جميعا ونتمنى أن نكون عند بحس نظامنا حضرتك بنابلك فيك يا رب زي ما قلت كده في البداية إن البرنامج قرر بأمر الله والانتخابات برضو على الأبواب للوقت برضو فيه تضارب شوية فيه بين فئات الشعب إزاي يقدر يحط ثقته في عضو برلماني ويقدر ينزل ينتخب وهو بقلبه جامد زي ما بنقول كده قبل أي شيء بحب أوضح لحضرتك إن إحنا في دولة دموقراطية الدولة الدموقراطية دي فيها نظام تشريعي أو نظام حكم نظام الحكم ده بينقسم إلى ثلاث أقسام لثلاث سلطات تشريعية في السلطة التشريعية اللي تتمثل في البرلمان ودي دورها دور تشريعي ركابي وإكرار الموزنة العامة والسلطات العامة للدولة عندي بعد كده بينتهي دورها مع السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية دي بتتمثل في السيد الرئيس الجمهورية والسيد الرئيس الحكومة والسيدة الوزراء ومن يتبعه دورها هو تنفيذ القوانين وحماية البلاد وسلامة الأرض والمواطنين وتنفيذ القرارات بالنسبة للصحة بالنسبة للتعليم بالنسبة للقطاعات الصحة والتعليم والصناعة والتجارة والثقافة يعني سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية تمام يا فاند موفيق والسلطة القضائية السلطة القضائية دي بتتمثل في القضاء تمام المحاكل بمختلف أنواعها تمام ودي دورها تختص مدني وقصر وكل جميعا المحكمة الدستورية ومحكمة النقد تمام محكمة القضاء الإداري وحضرتك دورها بتختص بفصل النزاعات تمام فضل النزاعات فضل النزاعات بين المتخصمين بالضبط بالنسبة احنا الدستور 2014 اللي هو الجديد واخر الدستور معمول به في مصر الدستور ده وضع تشريع لمجلس الشعب أنه هو بيختص بكل تشريع قوانين النهاردة هنا بيكمل دور عدو مجلس الشعب اللي هو أنا دور عدو مجلس الشعب إيه في البرلمان عشان خاطر المواطن يقدر يعرف ويفهم كويس جدا ويتطمن ويتطمن أنا باختره ليه هو دوره زي ما قلنا في بداية الحلقة دوره تشريع رقابي تشريعه يعني الراجل ده راجل قانون بيشارك فيه تشريع قوانين ووضعها ودي حاجة بتمثل الجميع بالنسبة للدور الرقابي وهو ده الدور اللي بيقدر من خلاله يقدم الخدمة للمواطنة بناء على تقديم طلب أحاطة للوزراء سواء كان للرئيس الحكومة أو لأحد السادة الوزراء بناء على حاجة اسمها الاستجواب طبيبا الفرق بقى في النقطة دي بالزاد بيبقى دايما بيبقى فيه عند البعض كده ارتباك شواء في النقطة دي مش وصل لهم إيه فرق بن طلب الإحاطة والاستجابة العجلة أو طلب استجابة عجلة أو استجواب عجلة أنا هجاوب حضرتك في السؤال دوت بس أولاً احنا لازم نعرف هو الدستور وضع مين هو يكون عيد ومجل الشعب هي شروط عادية ما فيهاش أدنى مشكلة إنه هو يكون مصري يكون متمتع بالحقوق المدنية والسياسية يكون قال له يقل سنه عن 25 عام تمام حتى الفرصة دي بيعطاها للشباب وحتى فيه 25% نسبة المرأة اللي قال عليها السيد الرئيس الجمهورية يتمق بحرصة للشباب تمام عليكي إنه هو يكون مقد الخدمة العسكرية سواء كان مقديها أو فيه موقف قانوني للتجنيد أن يكون اسمه مدرج في جدول الانتخابات دي شروط عادية جدا بجانب إنه هو وتقريبا ما يبقاش له أي سابقة إجرامية ما هنتكلم في جدي إنه القانون برضو اشترط إنه بالنسبة لرجال الشرطة والجيش والخضاء وبعض الهيئات الحكومية إنه هو بيقدم استقالته قبل ترشيه لا وما يبقاش له سابقة إجرامية بالظبط لا بالنسبة للناس العادية اللي عادينا ترشقه كمستقل يا فاندك معليكي بيقدم فيش جنائي ودي إجراءات تانية أو أوراق تانية بتطلب لكن دي الدستور اللي اتكلم فيه بالنسبة للطلب الأحاطة في حاجة اسمها سؤال في حاجة اسمها طلب أحاطة في استجواب وفي بيان عاكل وده اقترحه جديد لو هنيجي نتكلم في السؤال وهالسؤال ده عبارة عن استفسار بيقدم من أحد أسادة الأعضاء لرئيس المجلس بيستفسر عن شيء معين ولا يرقى أكثر من ذلك استفسار استفسار وهنا الرئيس الحكومة أو أحد السادة الوزراء بيردوا من الممكن أنه يرد الكتابة طلب الأحاطة بيبقى أمر عام عام هاجل عاجل أمر عام عاجل لازم الأمر يكون عام ما يكونش مختص بالدائرة وطلب الأحاطة ده لا يرقى أن يتحمل مسئولية يعني ما فيش مسئولية على الوزير أو على رئيس الحكومة يعني تبقى قضية رأي عام مشارك؟ لا لا بيبقى عبارة عن طلب بيتقدم به أحد السادة الأعضاء إلى السيد رئيس المجلس ويبقى بيبقى مسبب وفيه الطلب الأحاطة بناء على إيه؟ أنا عايزة أسأل الوزير الفلاني في الجزئية الفلانية بس أمر عام عام ده يعني يخص جميع الدوائر ما يخصش ديارته طب ما هردو قضية لو في قضية رأي عام أو عام لجدل على الساحة ما هو ده ما هو ده ما عايزين يتكلموا فيها ما عايزين يتكلموا فيها بتطرح لو طرحت بهذا الشاك ميقاش طلب إحاطة فيها؟ لا بتطرح على السيد رئيس المجلس والسيد رئيس المجلس يشوف أهمية الطلب دوت وبناء عليه ممكن فيه دور نعقاد للجلسات بيبقى محدد بجدول الأعمال لهيئة المكتب وفيه أنه هو ممكن يعمل جلسة طريقة انعقاد طارق دي ترجع للسيد رئيس المجلس نفسه آه لأن في هيئة مكتب بتنظم الكلام ده قانون الطوارق بيخضع للنقطة دي؟ لا قانون الطوارق ده دي حاجة تانية خالص هو اللي بيشرعه تمام؟ قانون الطوارق ده بيصدر لو في محافظة مش قصدي لا ما نقول حركة على كل مصر لا أنا بكلم وفي محافظة فيها دوشة فيها اختصاص قانون الطوارق والحالة الأمنية احنا قلنا سلطات السلطة التنفيذية سلطة التنفيذية السلطة التنفيذية رئيس الدولة رئيس الدولة طبعا وطبعا القوانين اللي بتصدر من السادة عضاء مجلس الشعب والمجلس لازم يوافق عليها رئيس الجمهورية في خلال 30 يوم لكن احنا نتكلم في طلب الأحاطة دول انه ما بقاش فيه مسئولية على رئيس الحكومة تمام يا فاندن؟ انما نيجي بقى للاستجواب الاستجواب ده اخطر من طلب الأحاطة لانه يحمل اتهام تمام يحمل اتهام لان ممكن يكون احد السادة الوزراء المعنيين او المطلوب استجوابه يكون اخل في وظيفته عنده مشكلة او فيه شك وضعته او ايا كان بقى فيه اخلال معين فالطلب الاستجواب ده بيتقدم لرئيس المجلس ويكون مسبب ومذكرة وبنان عليه بيتم مناقشة السيد الوزير وممكن تنتهي المناقشة الى صحب الثقة بعد التصويت فعلا فعلا طب بالنسبة برضو ليه الاستجواب هل هو مختص بالوزراء بس ولا ممكن برضو لهيئات القضاء لا لا القضاء لا القضاء حضرتك حضرتك ما انا جيش والشرطة ولا جيش ولا شرطة لا لا الشرطة ما فيه وزير فيه حضرتك وزير تمام الجيش فيه وزير لكن إنما القضاء ما اناقوله حاجة على حاجة بالنسبة للقضاء دي جهة سلطة مستقلة تمام سلطة مستقلة لا دخل للسلطة التشريعية ولا التنفيذية في القضاء حتى تتحقق العدالة تمام وده مبدأ وموضوع في الدستور سنة 2014 بالنسبة للوزير الدخلية فيه في حاجة حضرتك بتقول وزير الدخلية هل ممكن عضو مجد الشعب يقدم له طلب طبعا 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 يقدم له طلب الاستجواب لو فيه مسألة ألنية معينة متعلقة بسلامة أي وزير طبعا طبعا تمام يعني هو مختصش ناس معينين لا كل جميع الوزر طبعا بعد ده الاستجواب فيه حاجة اسمها بيان عاجل البيان العاجل ده ممكن أحد السادة الأعضاء هو نصه عليه يعني حديثا ممكن أحد السادة الأعضاء عنده مشكلة بدائرته إن هو بيقدم طلب برضه للسيد رئيس المجلس مرافق العامة عايزي فيه مشكلة فيه مشكلة عنده بس برضه تكون عامة وطبعا بيجوز لإلقاء البيان ده قبل الجلسة بيطرحه على المجلس ككل طيب إحنا قبل ده كله في الأول خاص وأنا نزلة الانتخابات وقدامي كذا عامة فيه أعضاء نزلين مستقل وفيه أعضاء نزلين تبع أحزاب سياسية تمام يا فان تمام حياليا بدأ الموضوع يبقى على توسع أكتر في موضوع الأحزاب السياسية ومش عارفة حاسة إن دايما الشعب بيبقى ميل أكتر للأحزاب السياسية يعني كن عشان الأهدف بتاعتهم بتبقى واضحة بصريحة أوه فحضرتك النهاردة المواطن ينتخب أنه أفضل من الاتنين لا أنا أقول الحضرتك يعني عضو مستقل أم تابع الحزب السياسية أنا أقول لحضرتك إحنا النهاردة الدستور لما نص ونظم في الباب الخامس منه في موضوع التشريع واختص بالبرلمان النهاردة نظام الانتخابات عندنا في مصر فيه قايمة نسبية وفيه النظام الفرد أيا من النظامين وده اللي كان موجود في مجلس 2015 تمام؟ اللي هو أول انعقاد له كان في يناير 2016 والمفروض أنه عينتهي مدته في 2021 تمام وتجرى الانتخابات قابليها بستين يوم قبل انتهى يعني من المفترض أن الانتخابات تكون في شهر 11 إحنا هنتكلم قصة في أحزاب سياسية بتدخل بقايمة في الفردي ودي نسبة وتناسب هما بيقدروها لكن أنا مش القصة هنا في الحزب وفي العضو نفسه لأ أنا النهاردة عندي لازم تكون عندي صفات في العضو اللي أنا أختار إيه هي بقا؟ النهاردة أولاً يكون راجل قانون راجل قانون لأن النهاردة عدو مجلس الشعب ده زي ما احنا قلنا في بداية الحالة إنه هو دوره تشريعي يعني بيتحكم راجل بيبضي رأيه اللي هو رأي الدائرة كلها المفروض دائرته وفي تسنين القوانين وفي تشريعها وإن هو ممكن يشرح قانون يكون ضد الناس بس ده يعني مستبعدة بس هو كراجل على الأقل يلقي كلمة كويسة فين في القانون ده تمام؟ ويبضي الرأي القانون الصحيح يبقى عدد قانون بالقوانين يوم ما ييجي زي ما نقول كده بالعامية يشرع قانون أو يطالب بتشريع قانون يبقى عنده خلفية هل القانون ده بالظبط هيتسع أو زي ما نقول كده هيتوافق مع المواطنين عمتاً ولا لا تمام تمام يا فنديم طيب ده من فنديم فيه وكمان يكون فيه ممكن يكون يعني من المفترض أنه يكون عنده خلفية اقتصادية يعني طبعاً عشان المشاريع وبالظبط كده ويقدر يخدم أهل دايرته طبعاً بنصحهم أن اللي هو سبقه تم ترشيحه قبل سابقاً وما قفتش الدائرة بأي شيء ده في حد ذاته يعني المفروض ما نرشحوش ونضي الفرصة لشخص آخر ونضي الفرصة للشباب دي أنا بتكلم فيها بالنسبة للأحزاب أنا عنده برضو بعض التحفظات أن يعني باجت في الفترة الأخيرة ديت يعني على أساس أن الانتخابات خلاص معادها قرب أن هما بيجوا إحنا النهاردة المفروض يعني اختلفنا كتير الحمد لله يعني لما نيجي نحسب الأمور من 2011 لحد 2014 كنا عايشين في دنيا ودلوقت الحمد لله الحمد لله إحنا عندنا استقرار وعندنا أمن وأمان في البلد ويكفي أن الواحد بيخرج من شغله بالله الحمد وبيروح مكانه وبيلاقي الشغل فيه انضباط من جميع السلطات والنصر العقلية للمواطن حاليا تمام بيه النصر العقلية للمواطن زمان بالضبط بدأ يفهم الدنيا أفضل بالضبط معليك أنا المفروض عشان ما أخرجش من الجزئية دي أنا المفروض كحزب سياسي وليا شعبية تمام أنا المفروض أساعد الدولة مش معقولة النهاردة أعمل مؤتمر أكلفه نص مليون جنيه عشان خاطر أكرم عشرين طفل أحفظوا جزئين وثلاث أجزاء من القرآن ما هو بيكرموهم الطبيعي الجهة اللي هي علمتهم يحفظوا واتكرموا من ناس تانية أنا المفروض أساعد أنا المفروض أساعد أقول بقى يعني أساعد الدولة وساعد الحكومة أساعدها إزاي أنا النهاردة معايا رجال أعمال رجال الأعمال دي تعمل مشاريع تعمل شغل للشباب أنا النهاردة أصرف لي نص مليون جنيه ومليون جنيه عشان مؤتمر لا كلام ده بصراحة أنا يعني يعني كمواطن مصري بقول لهم يا جماعة المفروض الكلام ده والفلوس دي تتصرف في مشاريع تخدم البلد وانساعد الحكومة خلاص نقف مع بعض نحط إيدنا في إيدين بعض لكن ما ينفعش النهاردة أجيب كاراتينة وزع على الناس عشان أكسب أصواتهم نرجع بقى تاني الأيام زمان بقى البطاطين والسكر والعسل يا جماعة مش عايزين خلاص إحنا عدينا وفقنا وزي ما نقول كده خلاص العقلية تغيرت في كده أنا بدأ يتفتح وفاهمين الدنيا صح بلاش نرجع تاني الورق اختاروا اللي يمثلكو بجد واللي يقدر فعلا يوسع صوتكو ويحقق طلباتكو اختاروا اللي يقدر ينجح بمصر ويطور في مصر مش بس محلك سر تماما كلام حضرتك مهم جدا تمام فاندي بس احنا بنشرحها لإن في صراحة الزائرة دي خلاص تتكرر تاني فما ينفعش بقى احنا خلاص بقى يعني السيد الرئيس بصراحة بصراحة الراجل بيبزل أقصى جهد عنده فعلا عشان خاطر يطلع من البلد دي ببر الأمان النهاردة بقى ألاقي نفس السلبيات يا جماعة عايزين نطور من نفسنا شوي نشتغل بقى للصالح العقل ما ينفعش ما أنا النهاردة أنا عايز أقول الحاجة على الحاجة أنا النهاردة كشاب ما أنا زي زي أي مواطن مصري لما رأى الأشياء دي بعيني وشوف أنه هو نفس الكلام اللي بيحصل كان زمان هو هو زيته ما فيش تغير لا يا جماعة احنا لازم نغير النهاردة السيد الرئيس مهتم بالشباب خلاص المفروض يبقى النهاردة عندي شباب لو أنا هنزل كحزب فالقايمة بتاعته يبقى عندي شباب والشباب دي تبقى عندها ضرائق قانونية وعندها العلم وتقدر تخدمني وتقدر تفيد المجتمع تمام وتقدر تبدي رأيها في المجلس النهاردة انت كراجل أعمال معلش الشاب ده بيقعد في القفية في القهوة بيقابل الناس في الشارع بيسمع لهم بيشوف مشاكلهم انما انت راجل أعمال مثلا أغراض على الفرض بقى ما احنا لازم نتكلم بتشغل منصب مه في شغلك وفي مكتبك احنا عايزين للناس اللي بتبقى موبودة في الشارع اللي شايفة بعينها كل حاجة بتحصل قداما يعني جانا نقول كده اللي اديها في وسط الناس بالضبط اللي حسب أوجاع الناس اللي حسب مطلباتهم اللي حسب مشاكلهم هم دول أكتر ناس متهيقل يا فندم طبعا طبعا إن المواطن هو دا اللي يختاره أكيد طبعا وطبعا في عندي في تطوعي أو عمل سياسي أنا عندي مش نازل بالبراشوتو عايز حضرتك زكارة العمل التطوعي أنا عندي دلوقتي الظاهرة ظهرت جميلة جدا وأنا في صراحة مبسوط منها أنا عندي بقى في مجموعة شباب ده على مستوى قريتي بقى وأنا ومركزي بقى عاملين حاجة اسمها مجلس الشباب القرية الفلانية بيخدموا البلد بأمانة والشباب دي أنا المفروض من مكان هنا بقى بقول للحكومة اهتموا بالناس دي الناس دي فعلا بمتطوعين وسيبين أشغالهم وبيشتغلوا وبيهتموا بكل موضع البلد يعني عايز أقول الحركة ما يدخل القرية بيجمعوا فلوس من الأهالي مبالغ مالية وبيجمعوا القرية عواميد الإنارة المدافن المدافن نفسها وصلونها كان أنا لاحظت الأيام دي في حركة في معظم القرى لتنظيف القبور بالضبط دي حقيقة وانتشر الموضوع ده عندي كمان موضوع النظافة اهتموا بيه بيشوفوا حتى لو فيه ناس عايزين يساعدوهم في البلد بيساعدوهم لا وأضيف برضو أزود يعني أزيد أكمل الشعر بيت زي ما بيقولوا فيه كمان بعض القرى فيه المجالس اللي فيها اللي هي مجالس الشيوخ أو زي ما حضاك بتقول كده مجموعة من الشباب تمام وبرضو على عزبتهم برضو فيه شيوخ بتمسك المجالس دي أكيد أكيد معهم معهم ناس بيوفروا تكاليف للزواج للمتعسرات ده موجود فعلا للبنات اللي مش قادرين أو العائلات اللي مش قادرين أنا بقى اللي أقصده ده بقى ما يكونش شغل لإيه حزب أه لك انت حزب أه حزب حزب فعلا يكون ده نشاط أه حزب السياسي دي لها مفهوم كبير أول تمام أنا النهاردة يبقى مش دور الحزب اللي احنا قلناه أه أعمل مؤتمر أعمل أكلفه نص مليون ومليون جنيه ويوفط وعزايم وصفر ورحلات وبتالي إيه إيه ده إحنا هو أنتو فين هو أنتو مش حاسين باللي بيحصل في البلد تمام إحنا عندنا خلاص إحنا دلوقتي زي ما قلنا في مرحلة تاني في خريطة وضع الرئيس خلاص كلنا نسير عليها بقى وكل حد يطور في مكانه طبعا طبعا النقطة فعلا مهمة جدا دلوقتي أنا قدامي عضو نازل وفعلا له أسبقية وله زي ما قلت كده بجراوند خلفية على العمل التطوعي والعمل السياسي ومحبوب ومشهور بين الناس بالخير تمام تمام ولكن معلش ده حصل قبل كده بالفعل تم انتخاب بعض الأعضاء ولهم كل الاحترام ولكن بعد ما زي ما قلت كده خلاص خد النجاح ونجح ودخل بررمان وخلاص عليك محدش بيشوف خلصت دي بقى دي بقى نقول لحضرك عليها الشباب ما تنتخبش عضو مجل مرشح غير مقيم في الدائرة غير مقيم في الدائرة بالزبط بالزبط لازم يكون مقيم في الدائرة عشان خاطر يبقى الراجل ده ما وجود معنا يقدر يقدم الدور الخدمي الخدمي ازاي في الدور الرقابي بتاعه يعني انا دور الرقابي والحقيطي في رقابة الرقابة على اعمال الحكومة ده يعني بيخليني انا وبيساعدني كعضو مجل الشعب ان انا ساعد اهل دائرتي من خلال بقى ان انا اقدر اشوف السلبيات عند مستشفى عندي صرف صحي عندي طرق عندي المكان ده او اهل دائرتي محتاجين مشروع معين بابتدي اشوف الوزير المختص وقدم طلبات احاطة وقدم لو الموضوع وصل الاستجواب اوصله بيبقى شغال وراجل بيشتغل فعلا متفرغ للعمل ده انما نالنهار ده وكالمعتاد الايعد ومجل الشعب موجود واليوفط والدعاية وموجود معايا ليل ونهار وبيوعد الناس بقى كذيب يقول له من اصلا هاوظف لا يملك لا يملك الوظائف فعلا في بعض الاعضاء بالفعل بيفتحوا ابوابهم قبل الانتخابات لموضوع التوزيع لا يملك وكذب لا سويني بس في حاجة كمان مش بس الوظائف الحكومية ده قطاع خاص القطاع الخاص ده بقى ده قطاع خاص ده موضوع تاني لكن ده ده انا بلاقي وعود بوظائف لا يملك لا يملك لا يملك لا ده فيه شروط معينة وفيه الليلة الحقية والدستور نص على الكلام دوت لا احنا النهاردة عدو مجل الشعب يا جماعة بيتمثل دوره باختصار شديد دور تشريع رقابي مدور رقابي على الحكومة وعمال الحكومة ده بيقدر يخدم اهل دايرته لكن الوعود دي بقى انا اختاره على اساس نسب على اساس ديني الكلام ده كله غلط ومخلوط وما ينفعش دوائر او بعض المحافظات بيتم اختيار عدو فيها اصل والده من العائلة فلانة الكرسي الفلاني تابعهم خلاص بقى او متوارس الكرس والناس في بعض الارهاب يا فندم الناس طيبة على فطرتها على سجيتها زي ما بيقول استغلال فمش عارفة والله يا فندم بس هو فعلا بيوافق على الوضو دوت بسبب اللي هو العائلة والنسب وانه هو عايز يتقرب الى العائلة فلانة فلانية فبيختاروا ولكن بعد كده بنبدأ نشوف بقى الكوارس طب من نسبة برضو في بعض المحافظات فعلا لغاية يومنا هذا المرافق العامة ما داخلتش اللي الغاز ما دخلش ما هي كمان المستشفيات ما فيهاش مستشفيات فيها وحدات صحية برضو وحدات صحية ما بتوفرش فيها العلاج على اكمل وجه تمام يا فندم ووظيفة العضو المنتخب في دايرة ماء او في محافظة ماء لما يكون ما فيهاش كل المرافق دي وخلال المدة اللي هو قد تم او قضاها فالبرلمان ما عملش حاجة تمام يا فندم ونازل يترشح تاني طب ده نازل يترشح ليه ما هو بقى المفروض احنا ما ننتخبوش طبيعي كده السؤال اللي بوجهر حضرتك هنا مفيش كهة رقابية على خط سير كل عضو هو عمل انجاز ولا لا ما هي المشكلة ما احنا لما هنيجي نتكلم حتى يعني الدستور في حصانة لعضاء مجلس شعب الحصانة اه وتحريق اي اتهام ضدهم لا يجوز الا بموافقة المجلس تمام حضرتك وده نص عليها القانون يعني انا النهار ده حتى يعني لو الاتهام موجه او في باب تحقيقه يتم بناء عليه رفع الحصانة بيتم تقديم الطلب ده او الجهة اللي موجهة الطلب سواء كانت من السيد المستشار النائب العام او من المدعي العام العسكري بيتم تقديم الطلب ده مرفق به كوء جميع الاوراق التحقيق وجميع المستندات اللي بدين العضو الفلاني وبيعرض الكلام ده على المجلس على رئيس المجلس ورئيس المجلس بيعرضه على هيئة المكتب وبناء على ذلك فيه اجراءات معينة بيبتوا فيها وبيتم هم التحقيق برضو داخلي بحيث ان هم يتأكدوا مساحة الاتهام او اتهم ملفق انا لو بين وبين عضو مجلس شعب ده خصومة في حاجة اسمها جنحة مباشرة الجنحة المباشرة دي بتتم بناء على عريض الدعوة عريض الدعوة برضو قبل ما قدمها للمحكمة او النيابة تأشر عليها بتم اعلان المجلس المفروض والمجلس بناء على ذلك بتم تقديم الكلام ده في طلب وبيبقى شرحة فيها كل شيء يعني تماما يعني عايز اقول لحضرتك ما ينفعش تحريك الاتهام ضدهم بدون تاليب بدون تاليب ليه بقى لان موضوع التاليب للضد معنا جاية لحضرتك لان احنا هو بيمثل دايرة معينة تماما ولازم يبقى فيه حصانة له تماما حتى ان هو يقدر يناقش الوزير ويقدر يناقش ده ويناقش ده زي ما هو عايز الحصانة يستحقق زوحة دا اه زائد ان انا بديله هو دوره خدمه يعني لو هنرجع للأصل هو دوره خدمة تطوعي يعني هو مش بالتعيين هو لو بالتعيين فيه مسئول المسئول دا هي جزي لكن النهاردة ده دوره خدم لو هنرجع للأصل دوره خدم تطوعي تطوع لخدمة الدائرة وانا كمواطن التخبط برضو مش عايزين نخوف في الناس موضوع الحصانة دي لازم برضو لا ماهي الحصانة ماهي الحصانة ما نقول له حاليك الا في حالات التلبس طيب يعني النهاردة لو كان متلبس بجريمة معينة خلاص تسري عليه الإجراءات القرامية اه بالزبط كده طيب احنا كنا عايزين برضو بالآخر كده حضرتك توجه رسالة لكل مواطن نازل ينتخب عضو برلا من اول رسالة حضرتك خدتها منك من شوية انه ما ينتخبش حد تم نزوله بالفعل او ما عملش حاجة تمام يا فاندوم او احنا بنواجد الرسالة بس في اخيرة في عجالة شديدة يعني مفيش مشكلة كل ما في الأمر ان احنا بنطالب الناس انتخبش عضو مجلس شعب كان سبق تم ترشيحه ما خدمش الدايرة بأي شيء اه لا تنتخب اه على اساس الدين لا لان احنا كلنا واحد شوف العضو اللي هيقدمك واللي هيقدر يقدم لك خدمات كويسة بالنسبة لخدمات العامة وهيكون لي دور فعال في مجلس الشعب من ناحية التشريعية وناحية الرقبية المتحرك اللي هو موجود ومكيم معك في الدايرة اه وبتمنى يا رب ان احنا نشوف مجلس شعب المرحلة القادمة فيه العديد من الشباب ويكون فيه المرأة بتممثل 25% يا رب يا رب والقائم الأحزاب يا ريت تهتموا برجال القانون تمام طبعا انا بشكر حضرتك في النهاية وبشكر حضرتك وربنا يخليك كفا على امل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة اعزائي مشاهدين سلام عليكم اشتركوا في القناة